كلة من مزارعي وادي قانا صامدون على أراضيهم بفعل ما يتعرضون له من مضايقات يومية من الاحتلال ومستوطنيه والحماية الوهمية التي فرضت عليه أربعة آلاف شجرة حمضيات تزين هذا الوادي هي الرئة التي تغذي وجود المزارعين فيه أهلاً من نسك على مضخة مياه بنسحب مياه من كاع الوادي ونصل على البيارات في البرابيش وبنصرف والمي بتمشي على في الكينة وفي الطوارئ بنسك على المرضى الكديم وبعدين الشجرة بتخلع واللي بتموت ممنوع نعمر ممنوع نزرع ممنوع نعمل أي شيء جديد وبنعاني من كلة التسويق وكلة البيع وبنطلع من بيع في الكرة وفي المدن وبنطلع بودونا في الفطورة بودونا في الفطورة مئة شكل أو مئة وخمسين شكل كعين مئة ببكين خمسين ستين بوكسة بورتكان أو لمون وما نعرف يعني عخصارة مش تركاني عخصارة نحن بدون أي منستبيل أي شيء لأنه كله بجد تحت وبروح في الأرض 11 ألف دنون في وادي قانا فرض الاحتلال سيطرته عليها حارما المزارعين من أراضيهم وبياراتهم والتي أحطها بسبع مستوطنات أطبقت عليه من كل جهاته فيما تلاحق القوانين العنصرية المزارعين فيه التحدي الأول والأساس هو الاحتلال الاحتلال وكل ما يمثله من جيش الاحتلال كما شاهدت الآن استباحة لوادقانا من قبل دولة الاحتلال جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين وما يسمى سلطة حماية الطبيعة تفرض تحديات وقيود على المزارعين في هذه المنطقة بمنع إحداث أي تغيير في المنطقة وأن زراعة الأشجار تمثل تغيير بتوازن الطبيعة ولذلك يكون هناك قرارات من قبل دولة الاحتلال تحدي آخر يتعلق بنا بأمر ذاتي وهو تسويق منتجات المزارعين في هذه المنطقة وهم بحاجة إلى دعم حقيقي لتسويق منتجاتهم خاصة في دروة الانتاج التي تردأ من هذه الفترة إلى تقريبا فصل الربيع تتقلص المساحات المزروعة في وادي قانا ويتقلص معها الوجود الفلسطيني حيث تمنع إجراءات الاحتلال تطور الزراعة وتجفف الموارد الزراعية واقع حال لا يبشر بخير لهؤلاء المزارعين الذين ينتظرون طوال العام لجني ثمار تعبهم حيث باتوا يواجهون أوضاعا صعبة في هذا الوادي من وادي قانا محمد اشتاية تلفزيون فلسطين